كما يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الدولية من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية تمهيدا لإدخالها إلى قطع غزة استقبل المطار طائرة الإغاثية السعودية الخامسة والعشرين على متنها مساعدات إنسانية وسيارة إسعاف وتوجهت إلى مدينة العريش طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية تحمل أربعة وأربعين طن من المساعدات تضمن مواد غزائية ومعدات طبية ومستلزمات إيواء مقدمة من صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية وذلك تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة